مشاهدين نعود إلى موضوع اليمن وتحديدا مواقع في حجة من اشتباكات بين قبائل الحجور والحوثيين قبائل الحجور هذه القبائل مشاهدين باتت تشكل طوقا منيعا لصد محاولات سيطرة الحوثيين على قراهم في محافظة حجة واشتبكت معهم ما تسبب بسقوط عشرات القتلى هذه القبائل هي إحدى كبريات قبائل حاشد الشهيرة في اليمن ويبلغ تعدادها نحو ثلاثمائة ألف شخص موزعين على إحدى عشرة مديرية في المحافظة لكن مديرية كشر تحديدا هي مركز ثقة القبائل الحجور إذ يقطنها ثمانون ألف شخص منها ويمتد انتشار القبائل من كشر إلى مديرية حيران الساحلية غربا لتشكل مناطقها بذلك ثلثة مساحة حجة منذ 2011 أفشلت القبائل تغلغل الميليشيات في مناطقها أكثر من مرة حيث حاول الحوثيون مع توسعهم في صعد الدخول والسيطرة على مناطق حجور ولاحقا كررت الميليشيات المحاولة من منطقة عاهم باتجاه مديرية كشر وتكبدت الميليشيات في هذه المحاولات خسائر كبيرة ففي كل مرة كانت القبائل ترغمها على التراجع وبعد محاصرة الحوثيين للمنطقة لنحو عامين دخلت قبائل حجور منذ نحو أسبوع حربا مفتوحة ضد الحوثيين لكسر الحصار عن مناطقهم هناك في حجر شكرا شكرا شكرا